المقال مع الإعلامي سليم عزوز الذي كتب في موقع عربي 21 وقال وزير التابلت قال ترجع وزير التعليم المصري عن شعار تابلت لكل تلميذ بعد شهور قضاها يبشر بأن زمن الكتاب المطبوع قد ول وأنه بداية من العام الدراسي الجديد سيتم توزيع تابلت وضعت عليه المناهج الدراسية بديلا عنه وكما رفض الوزير بحسب الكاتب أن يستمع للرأي الآخر وهو يصر على التابلت فقد بدى صدره ضيقا حرجا عندما تم سؤاله عن التابلت والعام الدراسي على الأبواب وقد قال إنه لا يريد أن يستمع إلى هذا السؤال مرة أخرى فالكتب المدرسية وصلت المدارس وبالتالي فلا معنى لهذا السؤال يقول عزوز كان كلامه الوزير يؤكد أنه يعيش في المريخ بعيدا عن الكرة الأرضية وكأنه ليس مطلعا على حال المدارس وعلى العملية التعليمية في مصر ترجمة نانسي قنقر